موسيقى يساريا يساريا محلاج تزهين في العالي علب سنة البحرين بالبيرق الغالي تاريخ جزهر في قلوبنا حاضر مجدد شموخ أفعال من أول و تالي أجتادنا من سنين أمجاد تتعطر كانت لهم وكفات سيرابها ندخار صغوا مننا مورود من أجمل العاجة من البحر والغوص ولا أسلوم البار موسيقى ركبوا البحر بعزوم أكوى من الأمواج ما هابوا غدر اليوم إنهاج ومهاج غاصة ونوسط هيرات و تحدو كالغبات حصتة و لنا دانات تتلى لكنها سراج و جيتهم في البار و جيتهم في البار هم صافة الشجعان فرسان لعبية و لطويس و كحلال هواهم المقناص و يالب الوشع صانا و لنا تاريخ خدمين فعلهم شاء موسيقى احنا احنا قال البحر قال البحر بينا الوباب نزاز انحب انحب ديرتنا ديرتنا و نعز كل الناس احنا احنا قال البحر بينا الوباب نزاز انحب انحب ديرتنا ديرتنا و نعز كل الناس من يلتقي فينا يلقى ما نطيب و من جول طيبتنا يتعطر الاحساس من يلتقي فينا يلقى ما نطيب من جول طيبتنا يتعطر الاحساس موسيقى 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 ببر الكبه صرد behaviors موسيقى و لم يسمح الخير ما غيرا انوالي بعدك ما غيرا انوالي أمعلي بسم البحرين عزو الشروف و بشوما ، قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن الآليم اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 الله يمسيكم بالخير مشاهدين الكرام الله يمسيكم بالنور والسرور حياكم الله في كل مكان وهلا وسهلا شلونكم يا حبايبي عساكم طيبين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ابتدين بالخماري الله وكبر ذكروني بذوق الفن الجميل الخماري اللي يحشي يا سلام عشت وصح الله لسانكم يا بنات انزين شلون القدعوت وهالزينة وهالوارد وهالشوكولاتة الشوكولاتات ردة ردي ميكس ردي ميكس ردي ميكس يا سلام صلوات رديكس قلتيني يلا يهدوت رديكس ما شاء الله على هالشوكولاتات وعلى انتوا كل ليلة شاقلكم مضبوط وحلو وقدعوتكم لكن الليلة رديكس لا زادت الأجواء جمال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سلام أدو قدوعنا ما الأول ما يحتوي قدوعنا الشعبي حلوة حلوة فوق البستق والبيضان والهيل والبلاليط وفوق القروس قدوعنا الشعبي حلوة شو سو؟ ينطروني والله والدي حسن وبنتي نائلة ينطروني مثل ما يبوني شنا بعد نبيت؟ يقاهم عن خاطركم في لازل حوا خاطرش طيب خاطرش طيب تربك ما ينقطع الحين بنروح حق حسن ونايلة واني بتقاهوة عندكم وبواروح لهم يا سلام نيلة على أجواء العريش يعني ما شاء الله مشاهدينك اليوم قاعد نلاقي فن شعبي وفن جميل وفن أصيل نستمتع فيه معاكم مثل ما أنتم إن شاء الله تكونوا مستمتعين بكل الفقرات اللي تشوفونها يعني نيلة اليوم لأجواء غير عن أجواء أمس اليوم بعد فيه بلاليط على فكرة يعني غير أجواء الوناس والفرح الجميل اللي قاعد يسوونها كل يوم من أغاني بعد اليوم فيه بلاليط وانوش أقول لك الغالي يا مهلال ما ودهت أقعد ويانا ودهت بسط هناك على نسوان الفريج وما ترجع بس أكيد نخليها ترجع لكم مشاهديننا نرجع نذكركم بطريقة المشاركة في مسابقاتنا كل اللي عليكم الدخول للموقع الإليتروني تسجلون في بياناتكم الاسم الكامل رقم الموبايل الرقم الشخصي وأيضا العلوان والمنطقة وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا ونتصر فيكم وأيضا ننوه إنه بإمكانكم أو بإمكان الفائزين معانا بحلقة اليوم والحلقات السابقة السلام جوايزهم من هنا في القرية التراثية من الساعة ثمان ونص وحتى الساعة تسع ونص وإن شاء الله فالكم الفوز فالكم الفوز وننتقل معاكم مشاهدين للسحب على السيارة اليوم إنه هو صاحب الحظ السعيد بعد موجه طبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمضاعفة جوائز السيارات صار اليوم السحب كل يومين على السيارة يعني فرصة الفوز صارت أكبر فمن راح يفوز اليوم بالسيارة الرابعة بإذن الله المقدمة من شركة إبراهيم خليل كانو الوكيل الحصري لسيارات يوتا والأكسز في مملكة البحرين نشوف السؤال وراجعين لكم بإذن الله مع الفائز شاعر عربي من شعراء المعلقات في العصر الجاهلي عاش وتوفي في إقليم البحرين من هو هذا الشاعر؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروذنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية بتلكو 94444 زين 94499 STC 98989 نتراياكم في السارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر متواصلين معاكم شاهديننا مثل ما تشوفون وصلة أم مهلول ويابث لنا الخير كله والمفتاح الجميل خير ملفوك يا حبيبك قعد هناك ها عند الخماري مستوثة ناسيتنا شيء حياة تذكرتكم لا بعد ما الطيبة وذاك البخور الزين ما شاء الله ما يحتاج الأجواء بس حلو ما شاء الله مهلال هناك مويد أنا والله ودهمة لكن بس يعني تعرفين احنا بجهة وانت بجهة عطيتهم عن شعورك الأمس بل لقيتهم وصلت لهم الشعور ايو وصلتهم شكرا يا سلام ما قصلتك وصلنا على الحق الفقرة الجميلة اليوم يعني فقرت السيارة مهلال مجاهديننا أكيد وتوقعون اليوم بعد الفايز بتكون معنا فايزة ولا فايز لعد الحل ما شاء الله كل لبنات اللي فازوا لبنات اليوم أتوقع ريال بفوز معنا إن شاء الله نشوف عندنا الرقم طبعا السحب على الهواء بنشوف السحب على الهواء نختار الرقم معاكم مشاهديننا ونتصل لهم ونشوف يعرفوننا من صوتنا لأنها هي اللي فازت آخر مرة وعرفتنا من صوت حسن قالت أنا سمعت صوت حسن في التليفون تعرفت أنا سارية ثبت الرقم أتوقع على أحد أمهلال وليلة إن شاء الله حم بيتتصلون فيه طبعا بيكون الاتصال مشاهديننا على الهواء إن شاء الله نفاجأ المتصل بسم الله الرحمن الرحيم قاعد يرن التليفون يا أمهلال شلون دقات القلب بهم بس يفوزون دقات قلبي إن شاء الله يتعرفون عاني الدقات قلبي نشوف أحب ألو مرحبا مساء الخير مساء الخير الغالي معاك برنامج السيارية أدري متفاجئ معاك حسن محمد نيلة جناحي ومهلال فنانة سألوه بخيط أنت معاني على الهواء في برنامج السيارية شلونك؟ أحمد الله بخير الله من معاني؟ معاك علي إبراهيم علي إبراهيم أنا توقعاتي كان اليوم إن اللي بيفوز بالسيارة إن شاء الله رجل يكون من بعد بنتين فازوا معاني بس أتمنى أن أنت تعرف ثلاث بنات ماشاء الله أنت الرابع أتمنى تعرف الإجابة إجابة السؤال اللي كان ينعرض طوال هالأيام اللي طافت تعرف الإجابة علي؟ أي عارفة شنو الإجابة؟ طرطة بن العارف يا سلام ثبت ثبت ألف مبروح عليك يا علي السيارة الرابعة اليوم طبعا المقدمة من شركة إبراهيم خليل كانوا الوكيل الحصري لسيارات تيوتا ولكسس مملكة البحرين تستاهل يا علي طبعا الإجابة كانت فعلا طرفة بن العبد هو يعتبر أحد شعراء الجاهلية ويقال أنها توفى بعمر صغير ما بين 29 لـ 30 سنة شابح وذكر بأنها توفى في إقليم البحرين لأنها غير معلوم أين توفى بالبحرين تحديدا ففعلا إجابتك كانت صحيح علي وتوقعاتي كانت صح شفتوا توقعاتكم اليوم وأنا حاس أن ألف مبروك عليك مبروك عليك يا علي طبعا مشاهديننا الآن نشوف السيارات موجودين على الشاشة الجوائز اللي إن شاء الله راح تستلمونها في الأيام اليائية ما شاء الله تبارك الرحمن خلصنا من أربع سيائير طويلنا الصفحة الرابعة اليوم إن شاء الله ما شاء الله سيائير مقدمة على طوال هذا الشهر المبارك وأيضا ثلاثة أيام العيد فنقول حق علي اليوم ألف مبروك مبروك علي وأكيد بعد بيكونون معانا فازين ثانين ونفس ما قلنا يعني أنت وضاعفت عدد السيارات بأمر طبعا ما اسمه الشيخ ناصر بن حمد وهابي لفتها جدا جميلة وصل عدده 16 سيارة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله حصار كل ليلتين أو كل يومين مثل ما قولت سيارة سحب على السيارة ما شاء الله عدد طبعا المشاهدين خلاص سلمنا علي يعني الجواز اليوم خلاص طبعا مشاهديننا أيضا نشوف معاكم على الهواء السؤال الخامس لسؤال السيارة القادم إن شاء الله ونرجع معاكم تعتبر مملكة البحرين دولة ذات سيادة وعطوا في المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أي عام رفع على مملكة البحرين لأول مرة في مقر الأمم المتحدة يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 98 989 نتراياكم في السارية وطبعا مشاهدين من السؤال الخامس إن شاء الله بالفائز اليدين اللي بنتعرف عليه بعد يومين بإذن الله بننتقل أكيد إلى المسابقة وأجواء المسابقة واتصالاتنا معاكم وأكيد بناخد نيلة اتصال يديد مع أول متصل معنا إن شاء الله بالإذن الله نقول ألو مساء الخير مساء الخيرات يا هلا ومرحبا من معنا يا هلا فيك آمنا آمنا يا هلا ومرحبا من نورتنا آمنا مبارك عليك ما بقى من الشهر علينا وعليكم يكبارك إخبارك أولا يا سلمتي عافيت من وين تكلمينينا آمنا من البلاد من البلاد هلا ومرحبا آمنا جاهزة إن شاء الله حق أسئلتك الليلة أول ما اتصل أنت معنا نعم جاهزة معلوماتك موجودة الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسيطة رأسنا بيها أقوى إن شاء الله تكون بتنا الله آمنة جاهزة آمنة جاهزة نبقى أصيلا سهلة إن شاء الله سألتك سهلة دامت جاهزة يا آمنة على طول بنروح عند الغالي يا مهلال معاتش آمنة يا مهلال يا هلا ويا مرحبا أمي آمنة يا هلا فيش ويا على شهر المبارك تلايا بإذن الله عليكم على جميعكم تبارك إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي خليك بس معونة جاهزة إن شاء الله وفي أفكارك موجودة معونة ومثبتة على الأسئلة إن شاء الله بس الحين بنشوف الديرة وين بترسيك نشوف الديرة يا آمنة إن شاء الله الاتجاهات ويا بعض اليوم حفظ الاتجاهات مغيب مغيب وين مغيب آمنة آمنة يعني غارب يعني غارب أنت صاح لك موذي سؤالت إن شاء الله سؤالت إن شاء الله راح يكون مع الغالية مهلال تفضلي السؤال حبيبتي أول بنشوف اللعبة اللي لعبونها البنيوت تشوفيها وتأكدي شن هاي ذا اللعبة تشوفيها أي هذه اللعبة آمنة للبنات قاعد يلعبونها قاعد شوفينها أي أي ها شوفتيها يممي أي تأكدتي من اللعبة أنزيل السؤال يقول شن هو اسم هذي اللعبة اللي شوفتيها من شوي هل هي الصبة ولا اللقفة ولا حباش لباش اللقفة اللقفة وإنتي الصح ثبت كنت ناطر ثبت مهلال مبروك عليك يعطيك الآن كنت ناطر ثبت صراحة ثبت بس نقصى على الحق بتي إن شاء الله معنا إن شاء الله أسأل اليوية إن شاء الله آمنة بنواصل إن شاء الله تعرفتي على اللعبة بسئلت سؤال ثاني فركزي معاي في السؤال تمام إن شاء الله سؤالك الثاني يقول يا آمنة طبعا سؤالك رح يكون في الفن الشعبي إن شاء الله يقول السؤال ممن تعلم الفنان محمد بن فارس طبعا فناننا المعروف الفن والغناء والعزف على العود أعطيت خيارات آمنة يعطينا خيارات هل من أخوه عبداللطيف بن فارس أو من الحبتور أو من ظاحي وليد توقعين من مين هل من أخوه عبداللطيف بن فارس أو من الحبتور أو من ظاحي وليد الوقت معه شبتده الأقربون يعني الأقربون عبداللطيف من أخوه يا سلام يا سلام عليك نثبت على الإجابة ثبت فعلا تعلم الفن من أخوه عبداللطيف وعلى فكرة هو الأخوه الأكبر في نفس الوقت ومهلال طبعا كان معروف الأستاذ عبداللطيف إنه من أشهر القضاء في مملكة البحرين في البحرين نعم آمنة آمنة ويانة وياش زين أحين إحنا الثلاثمية وضمناها أحين إحنا نبيل خمسمية وأنت في البداية قلت إن شاء الله الأسئلة سهلة عبدالل إن شاء الله بتواصلين للثالث لأن السؤال سهل إي إي بواصل كيف وعليت يا آمنة ما في خيارات بس السؤال هذه لازم تنبهونهم فيها السؤال سهل يا آمنة وأبيتش تركزين معاي وأنا أقرأ السؤال اتفقنا ركزي عدل وأنا أقرأ السؤال السؤالة الثالثة يقول هو فن من الفنون الشعبية البحرينية الأصيلة يعتمد على الغناء الفردي وقوة الصوت من أشهر روادة الفنان محمد بن فارس وضاحي ولد حلو الكلام شنو اسم الفن اللي قلنا عنا واللي تكلمنا عنا شنو قلنا يعتمد على الغناء الفردي وقوة الصوت شاسم الفن يا آمنة الجواب في السؤال الجواب في السؤال الجواب في السؤال شوالتي فن الصوت فن الصوت فن الصوت ثبت لها؟ ثبت ثبت خوفتين يا آمنة ألف مبروك علي يا آمنة خمسمائة دينار مقدمة من شركة الاتصالات الوطنية بتلكو بالإضافة إلى عطورات مقدمة من الحواجب قيمة 200 دينار وكوبون مشتريات من محلات قمم الشرقية للحلويات والمكسرات بقيمة 50 دينار تستاهلين يا آمنة ألف مبروك شكورين الله يقويكم يعطيكم العافية ومشلال ونيلة وحسن الله يسرط تستاهلين أمهلات من الخوف ردت على وراء إيه جيتوا ورحت على وراء خبت الوقت يروح لا نبدي يروح عليهم الوقت يعطيك العافية طبعاً نحن بنكون متواصل معاكم أكيد وعندنا مكالمة ثانية نقول ألو مساء الخير ألو مساء النور ياهلا مرحبا مساء الورد والفرح والسرور مين معانا؟ معاكم الله يتلمك زوج عايشة بخالد بخالد ياهلا مرحبا بخالد مبارك عليك ما تبقى من الشهر علينا وعليكم إن شاء الله ومجسرته برنامزكم جداً شيخ وصراحة من بداية رمضان وإحنا متابعينكم أول بول نتشرف يا بخالد معالك زوج تسلم إن شاء الله جاهز بخالد الله يخليك إن شاء الله معاك إن شاء الله جاهز؟ إن شاء الله ما بنقصد قصر عنك الشير وبإذن الله أمهلال جاهزة بالديرة نروح له توكل على الله ياهلا نتوكل على الله يا أمهلال ياهلا ويا مرحبا بك ومبارك عليك تلاية الشهر وإن شاء الله الله يسلمك وإن شاء الله أهم شيء يكون صدرك وسيع وذهنك حاضر وتسمع وتفهم وتجاوب إن شاء الله إن شاء الله والحين نشوف الديرة وإن بترسيك يلا يا بخالد يلا نتوكل على الله وإن ترسيك نتوكل على الله وما خب من توكل على الله عارف للتجاهات عارف للتجاهات بخالد يا سلام يا سلام يعيني عليك يا بخالد ألف مبروك خالد طلعت لك السارية يا سلام على الضحكة تستاهلون الفرحة ألف ألف مبروك يا بخالد إن شاء الله الله يبارك بحياتكم يا رب فست معاننا بسارية قيمتها 600 دينار مقدمة من مجموعة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده عبارة عن ساعة قيمة 400 دينار ومجموعة من العطور بقيمة 200 دينار ألف مبروك يا بخالد مبروك عليك تستوهل تستوهل يا بخالد مبروك عليك وإنت تستوهل طبعاً مشاهدين من بعد هذه البداية الجميلة والسارية اللي شفناها وطلعت ما شاء الله مهلال ونيلو من بداية الحلقة بنروح شدي فاصل بسيط بنرجع لكم فكونوا مركزين معنا إن شاء الله تعتبر مملكة البحرين دولة ذات سيادة وعطواً في المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أي عام رفع على مملكة البحرين لأول مرة في مقر الأمم المتحدة يمكنكم المشاركة والدخل في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية بتلكو 94444 زين 94499 STC 9898 989 نتراياكم في السارية متواصل معكم مشاهدين في برنامج السارية ومثل ما شفتها والسؤال الخامس اللي نعرض عليكم أكيد إن شاء الله بيكون السحب بعد يومين إن شاء الله بذن الله ومتذكر بأن السيارة إن شاء الله راح تكون مقدمة من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بإذن الله بذن الله بعد بيكون عندنا فايز عقب يومين إن شاء الله بيكون في انتظار من سعيد الحظ اللي راح يأخذ السيارة إن شاء الله بذن الله يتعرفون على الإجابة ونقول لها أنت سعيد الحظ وفص معنا بالسيارة الخامسة مشاهدين أن يتواصل معكم اتصالاتكم ويقول ألو مساء الخير ألو مساء النور يا هلو مرحبا من معنا مرحب عليك برحب عليك برحب عليك بالشارة ولا مرتبته لا لا فهد شوية نركض وبالعدال وأمورنا إن شاء الله سهولات أول شيء من وين تكلمنا فهد أنا من الجاسرة غريت الجاسرة والنعم والنعم الحي ويالله كريم إن شاء الله ويالله كريم وسعدنا أم Gerh fairness ありがとう أكيد أم الخير واением ديوم أن أنت مسيت عليها على طول بروح عندها تفضلي يا هلو يا مرحبا حيوك الله حيوك الله يا فهي حيو الله هل اليسرى حيو الله هل اليسرى ترى ما ننسى هل اليسرى ربيعنا لا الله طارحنا ما ننسى وحلنا وحبوا يبني يا سلو هل اليسرى جاهز وترك عنك ذي كلمة الارتبوك أبدا لا ترتبوك بس انت حضر ذهنك وخل عندك سعام يعني متسع عندك من الوقت وفي سادرك وإن شاء الله بتجاوب وبتنجح وبتفوز بإذن الله بإذن الله والحين إن شاء الله نشوف الديرة وين بترسيك نشوف الديرة يلا بخالد وين عارف الاتجاهات فهد عارف الله سلام مغيب وين مغيب مغيب ينوب مغيب ينوب مغيب لا لا الغيب الغرب مغيب الغرب وانت الصح الرابكة نفس ما قلت تمه لا للرابكة بالعدال يا فهد بالعدال طبعا أسألتك راح تكون مقدمة من ألمود لكن قبل ما نسألك لسألة بنشوف معاك تقرير بتم عرضة أبيك تركز في عدل كل حرف بيقولون في التقرير راكز فيه لأن أسألتك بتي عن التقرير جاهز فهد إن شاء الله جاهز نشوف التقرير قال صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن قوة الدفاع هي الدعمة الراسخة لهذا الوطن العزيز والدرع المنيع الذي يحمي منجزات الوطن وأمن مواطنيه في الخامس من شهر فبراير سنة 1968 تأسست قوة دفاع البحرين في عهد الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى معلنا عن بداية انطلاقة حضارية في تاريخ البحرين الحديث وقد أشرف سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بوضع اللبنات الأساسية لهذا الصرح العملاق التي سرعان ما تطورت إلى قوات برية وجوية وبحرية تشكل الدرع الحصين والمنيع لهذا الوطن وتخرجت الدفعة الأولى من المجندين في سنة 1969 وقد أظهرت قوة دفاع البحرين كفاءة عالية على جميع الأصعدة والميادين حيث قامت قوة الدفاع بعدة عمليات عسكرية بهدف حفظ أمن واستقرار البحرين ومنطقة الخليج العربي كحرب الخليج الثانية لتحرير الكويت سنة 1990 وحرب تحرير اليمن وعمليات حفظ السلام في العديد من دول العالم فجهود رجال الوطن المخلصين الذين وضعوا على عاتقهم تحقيق أهداف ورؤية سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في تحويل البحرين إلى قوة عسكرية جبارة تذود عن الوطن تبتر يد كل معتدي تمثلت بجهود سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وقد احتفلت قوة دفاع البحرين بعيد تأسيسها الثالث والخمسين وستظل قوة دفاع البحرين السد المنيع في وجه كل معتد والحصن الحصين للوطن ولشعب البحرين تحت إمرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فهد طابعت التقرير؟ طبعا التقرير كان عن تأسيس قوة دفاع البحرين عدل؟ سؤالك الأولي يا فهدي يقول في أي عام تأسست قوة دفاع البحرين؟ تحتاج خيارات؟ أين أعمل الآن؟ إن شاء الله 1968 1970 1971 71 فهد 1968 1968 شو تقولين يا أمهلال؟ شو أقول له؟ ثبت وحط بالك زين ثبت ثبت وحط بالك زين 150 من ألمة ضمناها عاد مع تفبيته أمهلال السؤال بعدية الغالب يكون عندهم أمهلال أي جاهزين؟ حظ الله حاج أمهلال يا سلام حاضر لاش فهد أمهلال؟ ما شاء الله إن زين تفضل اسمعي يا فهد الله إن شاء الله سؤالنا شي يقول؟ ما اسم الحرب التي شاركت بها قوة دفاع البحرين سنة 1990 إن زين حرب الكويت الكويت شغيرة الشي سميان حرب الكويت حرب الكويت أو حرب الخليج الثانية؟ حرب الخليج الثانية؟ ثانية ثامية حرب الخليج الثانية ثبت يا فهد ثمت يا فهد عندما يلا الحمد لله الحمد لله بس يعني اتمنى ان انت كنت متابع التقرير انا اتوقع ان شاء الله امورك طيبة باذن الله ان شاء الله نواصل بدون خيارات احكدي لان بدون خيارات بدون خيارات نواصل فهد ان شاء الله بسم الله بنواصل بسم الله وتوكلنا على الله اذا سؤالك الثالث يقول يا الغالي احتفلت قوة الدفاع بمضي اكثر من نصف قرن على تأسيسها السؤال يقول كم مضى على تأسيس قوة الدفاع البحرين والجواب يا فهد بعكام في التقرير في التقرير من ٦٩ من ٦٨ إلى ٢٠٠٠ لا احنا انا ابي السنة يعني كم مضى على تأسيسها انت كم عمرك فهد أنا حين ٤٨ زيدهم 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 سمتين عندك وقت ٥٠ بعض بعض شوي بعض شوي ٢٢ ٥٥ ٥٥ صابت يا فهد ثبت عليك يا فهد ثبت على الحق الحمد لله هذه بعزين ان انا سامع الاجابة في التقرير الله يطفر الله يسلمون يا فهد الغالي عاد اسمح لي يعني بقولها في خاطري أنا كنت بركز في التقرير فالحمد لله عرفت الإجابة الحمد لله فقدرنا نحن نساعدك عموماً ألف مبروك عليك لا تدوده لا تدوده لا تدوده يا فهد لا تدوده طبعاً جائزتك أول مرة اطلع تلزيوني لا ان شاء الله بعد بدنا الله السنة اليايد الله حياننا موجودين باعش شارك وخلش عوخنا ان شاء الله آمين يا ربس ادود العمارة ان شاء الله آمين يسلمك فهد خلني اقول لك جائزتك فهد بتكون عبارة عن ٥٠٠ دينار مقدمة من محلات ألموند عبارة عن طقم تختارها من عندهم بالإضافة إلى هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة ٥٠ دينار وأيضاً هدية مختارة من الحواج بقيمة ٢٠ دينار وأيضاً كوبون مشتريات من محلات قمم الشرقية للحلويات بقيمة ٥٠ دينار بحريني مبروك عليك يا الغالي تستاهل كل خير مبروك يا فهد مبروك حبيبك تستاهل 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 كل خير أكيد متواصلين معاكم مشاهديننا تستاهديننا عندنا فاضل معنا فاضل نعم أهلو مساء الخير فاضل شلونك مساء الورد يا هلا مبروك عليكم أبو قامل الشهر يا فاضل لأنه وعليكم إن شاء الله والله ينكلم بالخير والصحة والسلام وياك يا رب وياك فاضل عسا معلوماتك طيبة وتبرد الخاطر آه إن شاء الله إن شاء الله ولا إن شاء الله أبي الثقة أنا نبي الحماس فيه إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله فاضل دامك جاهز ومستعد وإن شاء الله معلوماتك موجودة على طول ونشوف الدائرة مع الغالية أمهلال نتفذلي إن شاء الله يا هلو يا مرحبوبك يا فاضل ويعلى شهرين مبارك إن شاء الله ليه تلوية وليه عيدة بإذن الله إن شاء الله مستعد وجاهز ويعني وصدرك وسيع وذهنك حاضر أهم شيء إن شاء الله على الحين نشوف الديرة وين بترسيك وين ترسيك يا فاضل عما قلت لنا أنت من وين فاضل من كرانة ونعم فيك يا الغالي بنشوف أي اتجاه يا سلام يا فاضل يا جمال السارية طلعت لك يا الغالي فاضل يا سلام عليك ألف ألف مبروك فاضل في السبسارية بقيمة شم القيمة 700 دينار بحريني عبارة عن كوبون مشتريات بقيمة 500 دينار من بلاتا للفضيات وأيضا هدية مختارة عبارة عن مجموعة من الهدايا بقيمة 200 دينار من الحواج ألف مبروك عليك مستانس معانا يا فاضل الحمد لله أنا مستانس أني شبت الوجوه الطيبة هذه سلمك الغالي كلك ذوق مبروك عليك ألف مبروك يا سلام طلعت السارية أكثر من مرة والسيارة والسيارة وإن شاء الله ساريات أزيد وأزيد معكم مشاهدين بس ما وحشكم العريش ما رأيكم تذين أخطى الله على العريش وأجواء العريش ونرجع لكم إن شاء الله إن شاء الله موسيقى 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 فاشكي له رواي الوارد نوحي نوحي يا الله يا للهواي الزوء الله شخص المعذب روحي ويا ناسي من فاشكي الله يا الوارد نوحي نوحي يا الوارد نوحي 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 ويا ناسي من فاشكي لهي والله يا الوارد نوحي 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 وياهلين هواي الزوء الله يا الوارد نوحي 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 يا الوارد نوحي 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 يا الوارد نوحي 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 نو الله الله وشخصين معادي بروحها أو يا ناس الله صح 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 عليك سمعتمها الفات يا السلام الخماري الخماري عربي راس طبل هذي يعني في قواني وفي عداني كان يلعب واحد بالطبل صوت الطبل يقلب على صوت الطيرون يا سلام يصير صوت الطبل يرن فعلى شون شذي خصو خماري عربوي راس طبل ومعذبت أنت قوعدة هني وهما يقولون معذب الصوت تب تكون معا لزوان الفريد بنوديت وليهم مجتمرين أمر على نهاية البرنامج بس يعني قبل الغبقة يعطوننا شذي دور حلو بدنا الليل ونواصل الغبقة يعود الليلة صاير كله خماري في خماري يعيني على هالفن الجميل يعني ردوننا إلى الفنون القديمة اللي أول ما يبتدون فيها الفرق يبتدون بالعشوري والدز والخماري نحن طبعا كل يوم عندنا مفاجآت حلوة أكيد حق مشاهديننا ولنا هني بعد نستونس معاهم أيضا متواصلين مع اتصالاتكم معنا أم صلاح نسل الخير يا هلا والله مصلاح كيف لونك عساتش طيبة؟ نسل الورد مبارك عليك ما بقبل الشهر أنا عليك حبيبتي من وين تكلميننا الغالية؟ من مدينة حمد مدينة حمد حلو مرحبا جاهزا صلاح معلوماتك كلها موجودة؟ أي حبيبتي دومنا انتجاه زعيل وين نروح على طول؟ أم هلال؟ أم هلال؟ أم هلال ما في كيفنا على طول عندنا مهلال وعلى كيفنا عندنا مهلال يا هل أمي ويا مرحبا وحيوت الله هل مرحبتين حبيبتي الله يحييين حيوت الله أمي ها بشريني إن شاء الله يعني من الأوادم اللي تابعة وفهمها وعرفها ونوعية أسئلتني إن شاء الله إن شاء الله لا يعني عندك فكرة صارت عندكم الحين فكرة الكلوة يا جماع صار عندك فكرة عن نوعية أسئلتني أكيد أي والله إن زينا الحين نشوف أمي الديرة وين بترسيك إن شاء الله خلي نشوف الديرة وين بترسيك يا مصلاح شلونك مع الاتجاهات مصلاح الحمد الله الحمد الله أحنا في قطب مصلاح أكيد تعرفين ها وين تعرفين اللي تجاه في وين إن شاء الله لا مو إن شاء الله نبالجواب وين قطب قطب وين ما أدرأي لا نيلة ينبل هي ينبل هي ينبل هي مصلاح مصلاح هنبدأت خاف أنا أحس المفوض المركزة معي عموما سؤالة الأولي بيكون معايا إن شاء الله فجاهزين حق الأسئلة إن شاء الله اللي معاي بعد جاهزين سؤالة الأولي يقول يا أم صلاح ما هو الموطن الأصلي للإعتوب؟ للشنو؟ للإعتوب للإعتوب؟ أعطيش خيارات؟ إيه الهدار؟ أو الطائف؟ أو جنوب الجزيرة العربية؟ ما تقولين؟ كأنه يتعرف الهدار؟ أي أي ما يقولون؟ ما يقولون؟ يقولون كأنه الهدار نثبت على الهدار؟ ها نثبت نثبت هم يقولون ونحن نقول لك أكيد ثبت ثبت صحيح صحيح ثبت على الهدار ثبت إجابتك صحيحة يا الغالية فعلا جوابت صح ويعود نسب العتوب إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وأهمة من سلالة النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم عليهم السلام وموطنهم الهدار وهو أطول أودية الأفلاج وتقع قرية الهدار في نجد ومعناها السيل الذي يسمع هديره لتدفق مياه 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 وغزرته ما طلعت معي ثبتنا وتعدنا السؤال الأولي بمياه وخمسين أحين جدامت سؤال الثلاثمية جاهزين أم صلاح؟ جاهزين جاهزة إن شاء الله عندهم مهلال سؤالة إن شاء الله يا أم صلاح جاهزين، جاهزين، ام صلاح الثلاثمية جاهزين، زم ونس Angular توقف عن الأول هذه الأولى، عم أم أم الأول من توقف عن الأول وانتي صح وعلى الحق لا ام صلاح ما شاء الله شاطر ثبت وانتي صح على الحق يا ام صلاح 300 دينار 300 دينار حلوين عدل اي احين احنا طماعين نبيل 500 ولا بنكتفي ب300 لا والله طماعين طماعين دوم انت طماعين سمع سؤالت وان شاء الله بتجاوبينا والليويات يسعدونك بدون خيارات بدون خيارات يا ام صلاح ترى هاي توصية من عند الغالية بدون خيارات ان شاء الله سؤالته الثالثة يقول قلعة مرير او قلعة مرير قلعة الزبارة من اسماء القلعة اللي بناها الشيخ محمد من خليفة آل خليفة رحمة الله عليه في الزبارة السؤال يقول شنو الاسم الاصلي اللي هذي القلعة قلعة مرير قلعة الزبارة لها اسم عصلي شنو هالاسم؟ هو شاي هو شاي يمشي في البحر قلعة صبحة قلعة صبحة دينار من شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وايضا هدايا مقدمة من الحواج بقيمة 200 دينار وكوبون مشتريات من محلات قمم الشرقية للحلويات والمكسرات بقيمة 50 دينار ألف مبروك عليك يا مصلاح تستاهلين تستاهلين تحليحك الفريق اللي معات ما شاء الله ما نوصي تسلمي عليهم ساعدوه شوائد إن شاء الله وتوصي فيهم توصي فيهم ألف مبروك يا الغالي ألف مبروك إذن مشاهدين إن شاء الله رح يكون مستمرين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل انتظرون تعتبر مملكة البحرين دولة ذات سيادة وعضوا في المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أي عام رفع على مملكة البحرين لأول مرة في مقر الأمم المتحدة يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروذنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية بتلكو 94444 زين 94499 STC 989 نتراياكم في السارية متواصل معاكم مشاهدين في السارية وأكيد مع اتصالاتكم الجميلة وبإذن الله الجوائز بتكون في انتظاركم في السارية عندنا مكالمة يديدة معنا ضحى ضحى هلا مساك الله بالخير مساك الله بالنور معاش برنامج السارية جاهزة معنا ضحى نعم من وين تكلمين نخدي من جد حق والنعم فيشي الغالية جاهزة نروح أقومه لانا تشوف الديري اي يلا تفضل الشيخة حياك يا هلا ويا مرحبا بشما بحق حياك الله ها إن شاء الله جاهزة ومستعدة نبي الحماس إن شاء الله نبي الحماس والحيوية وتركي عنك الارتباك وهالأشياء ذي إن شاء الله انت بتنجحيني بتفوزين وبتفهمين أسئلتنا إن شاء الله إن شاء الله اي الحين نشوف الديري يما وين بترسيت نشوف الديري عارف الاتجاهات يا ضحى اي يا فلا ما شاء الله ضحى معنا معنا انت فستي بساريا من غير أسألة من غير ولا شي فستي معنا بساريا بقيمة 500 دينار بحريني عبارة عن عقد من اللولو الطبيعي مع شهادة فحص مختبرية من معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات وساعة من مجوهرات آسيا وعطور مختارة من مجموعة يوسف عبدالوهاب الحواج وأولاده مبروك عليك يا ضحى مبروك عليك يا ضحى مبروك عليك تستهلين تستهلين يا الغالية ألف مبروك عليك ألف مبروك في بعض الناس يلي شوي يكون فيهم خجل يعني حتى استيعابهم حق الجائزة يكون فيهم خجل يعطيك العافية معنا اتصال يديد معنا ريم مساء الله بالخير ريم مبارك عليك ما تبقى من الشهر علينا وعليك أخوي شونا تشيختي من وين تكلميننا؟ من صار وانا عم فيتش جاهز ان شاء الله؟ ايه نروح حق الغاليوم مهلال؟ ايه يلا نتوكل على الله يا هلا ويا مرحبا بيشي مريم وحياتي الله محبت الله يحييه أهلا وسهلا بيش وان شاء الله تكونين جاهزة ومستعدة وذهنتي حاضر وصدرك وسيع وان شاء الله بتعرفين وبتجاوبين ان شاء الله احنا نشوف الديرة وين بترسيك نشوف الديرة يلا يا ريم عارفلت الجهات يا ريم ان شاء الله ان شاء الله ياه وين الياه يا ريم اليه اليه وين اليه اليه حنديرة وفيها اربع تجاهات قتلك ياه وين اليه شمال شمال ريم ركزي معانا سؤال تلوال اهمش ان المصورين قاعد يقشرون معانا شمال سؤال تلوال بيكون مع الغاليوم مهلال يا ريم تفضلي السؤال يا ريم يقول لك في اي سنة تولى سمو الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان قال خليفة طيب الله ثراك ولي العهد في البحرين ولاية العهد في البحرين سمعي الخيارات 1957 أو 1961 أو 1963 ولاية العهد سمعي الخيارات سمعي الخيارات ما هو سمعي الخيارات 1973 1900 يلا يا ريم يعني غيره يا ريم إيه؟ رتب في فوق إيه؟ 1993 لا ما في ثلاثة 1957 1957 57 على آخر ثانية على آخر ثانية الهدف يعني ما شاء الله ريم ترى طلعت عين الغاليوم مهلال ترى تعذت على ما جاوبتي طبعا جوابت صح كان توليه للعهد في 5 يوليو سنة 1957 طيب الله ثرى خلا نثبت هالمعلومة عشان نعرفها زين عدل يا ريم هذي 150 ضمناها عدل احنا خايفين عليت والله ريم سؤالت الثاني أعصابت خليها هادئة سؤالت إن شاء الله سهل وبتعرفين تجاوبينه سؤالت يقول توجت الأميرة إليزابيث في سنة 1953 ملكة على بريطانيا السؤال يقول من هو حاكم البحرين الذي حضر حفل تتويج الملكة في بريطانيا؟ أعطيت خيارات يا ريم سمع الخيارات هل هو سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولا سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة؟ ولا سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة؟ سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لا يا ريم سمو الشيخ من؟ الشيخ خليفة لا يا ريم ريم ما في سمو الشيخ خليفة ما في في الخيارات هل هو سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة؟ سلمان بن حمد سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه؟ شكراً يا ريم هذي 300 الدينارة قلت أنا كأخت واللي سلمت يا ريم كتفي بال300 ايه بس خلاص كفوية بس ثبتوها وذي ثبتوها يعني وفرتوا علي السؤال اللي بس قلت يا ريم دام اكتفيت بالثلاثمئة مبروك عليك الله يبارك يعطيتش العابية طبعا ريم الف مبروك عليك ثلاثمئة دينار مقدمة من شركة باتلكو وايضا هديئة اضافية من الحواج بقيمة 150 دينار وايضا كوبون مشتريات من محلات قمم الشرقية للحلويات والمكسرات بقيمة 50 دينار بحريني ألف مبروك عليك يا ريم الحمد لله ريم ألف مبروك عليك كل هالجوائز وأكيد متواصلين معاكم وعندنا مكالمة يديدة ألو مساء الخير مبارك ألو مبارك السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة مبارك عليكم ما تبقى من الشهر علينا وعليكم شونك الغالي من وين تكلمنا؟ من البداية حي الله البداية الله يحييكم وخليكم جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله نروح حق الورد المهلان نروح حق المهلان يا الله حق المهل خير الله يسلمك حيك الله يا مبارك الله يحييك عشة الأسامي ويعلى الخير مالفاك ويعلى شهر مبارك ما تبقى مني إن شاء الله عليك وحي الله البداية كلهم الله يحييك خليك إن زين خلك معونة ومنتبه وذتنك حاضر إن شاء الله ببنا الله إن شاء الله بتفوز بحيل الله إن شاء الله ببنا الله بس الحين خلنا نشوف الديرة وين بترسيك إن شاء الله ترسيتن طيبة إن شاء الله ببنا الله يلا يلغالي مبارك نشوف وين راح ترسيك الديرة وفي أي اتجاه يا الهكاً بالله توكت على الله يا سلام وإياك الخير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام نعم أنت تقول يس و أنا أقول لك نعم نعم مبروك عليك يلغال هادي الحماس اللي إحنا نبي تستاهل تستاهل هذا الحماس الحلو مبروك عليك زاكم الله خير أتاهل يا مبارك مبارك خلنا نقول لك جاءستك عقول لك جاءستك جائستك طبعا من مجوهرات آسيا عبارة عن 500 دينار بحريني من مجوهرات آسيا دل عروحك يا أخوي مع مجوهرات آسيا ألف مبروك عليك تستاهد يا الغالي ألف مبروك عليك يا مبارك مشاهديننا بشذي احنا انتهينا مع اتصالاتكم في حلقة اليوم أكيد قبل ما نختم حلقتنا نرجع نكرر شكر الجزيل اللي سيدي سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الداعم الرسمي لبرنامج السارية في موسمه الثاني وأكيد الشكر موصول لللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج كذلك نشكر شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وأيضا الحواج وجميع المساهمين معانا في هذا البرنامج نقول لكم مشكورين مشكورين وما قصرت وأكيد انتظرون نباتشور في نفس الموعد على شاشة تلفزيون البحرين وفالكم إن شاء الله بيكون الفوز بقول لكم مع السلامة ولكن بنروح العريش وهناك بيكون الختام إن شاء الله تصبحون على خير تلقون خير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر